السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن طريقة سقل الورق قبل الكتابة الورق المقهر وإن شاء الله إذا لم تردوا فيديو تقهير الورق ممكن ترجعوا ونرى معلومات تقهير الورق البيض والشب والنشا الطريقة الكلاسيكية فإننا راح نتكلم عن الورق اللي تم تقهيرها بالطريقة الكلاسيكية طريقة ذكرناها مثل ما تكلمنا الورقة لما يكون عليها طبقة من التقهير اللي هي طبقة الأولى من النشا من ثم بياض البيض والشب بعدها نحتاج إلى سقل الورق معظم الورق أحيانا صانعين الورق مقهرين الورق بعد ما يقهرون الورق هم يقومون بسقل الورق الورق يكون مسئول وجاهز ولكن الورق بعد فترة لما يكون مخزن عند المتجر أو عند صاحب التقهير ومن ثم المتجر ومن ثم الشخص المشتري أو الخطات ممكن يبقى عنده شهر أو شهرين أو أكثر بدون كتابة بعدها يجي يكتب عليه ومثل ما تعرفون أنه كل ما مر وقت على الورق المقهر كل ما أحسن هاي المعلومة لكن هناك فتشغلة بسيطة أنه الورق لما ينترك فترة التقهير اللي موجود عليه بجراء الرطوبة اللي موجودة بالجو واختلافات الموسم بين حر وبرد ورطوبة التقهير اللي موجود وخاصة النشة والبيض ممكن يكون يعني يصير في حالة تمدد أو يصير بمسامات هاي المسامات راح تصير تولدنا مشكلة أثناء الكتابة إذا كان الحبر سيال وحبر رقيق ممكن نشوف يعني صعوبة بالكتابة عليه وطبعا هناك شغلة ثانية إذا كان الجو حار أيضا ممكن يعني بالبلدان اللي جوها حار وبالصيف وجاف ممكن يصير تفطر أو كسور خفيفة طبقة التقهير ألاحظ الحبر يدخل بيها فهاي الأمور كلها حتى نتخلص من عندها نقوم بسقل الورق من جديد ما نعتمد على السقل اللي موجود بالورق لعملاء المقهر لأن يكون مر وقت عالية وممكن هذا السقل يحتاج إلى سقل من جديد يعني مثلا أنا عندي ورقة كنت أريد أكتب عليها طبعا هذه الورقة الأوروبية ورق عمرها 350 سنة تقريبا مقهر من جهة واحدة من هذه الجهة مررت تكتب عليها تركيب ثلث جلي مركب فقمت بسقل الورقة هذا الحشي تقريبا قبل خمسة شهر وسبحان الله ما كتبت عليها ولا كتبت اللوحة يعني التهت بعمل آخر باللوحة أخرى وكتابات أخرى وما كتبت حاليا إذا أريد أكتب عليها ما راح أعتمد على السقل اللي أنا سقلته قبل خمسة شهر لا أعيد السقل من جديد سقل هاي الورقة فهذا مثلا مثال سقل الورق أول شي يساعد على تجانس طبقة التقهير مع طبقة مع الورقة وتداخلها فيما بعض يعني من لما تدخل هاي راح تكون عندنا سطح أملس سطح سهل للكتابة نحس الحبيبات اللي موجودة مثلا على الورق تروح ما يبقى لهذا حتى نلاحظ يعني الورقة كلها تصير لينا السقل هذا شون راح نسقل وبشنو مثلا المهرة المهرة اللي نسقل بها اللي هي عبارة عن حجر عقيق وثبت بخشب يكون هذا الشكل أو الشكل الآخر موجود عدة أشكال أو إذا ما موجود ممكن نستخدم السجاج السجاج السميك السجاج السميك هذا معدل هذا التقهير للأقصد للسقل هذا هذا الورق الكبير إذا ما موجود لا هذا ولا المهرة اللي تكلمنا عنها اللي هي العقيق إذا ما موجودة ممكن نستخدم عطر يعني علبة سجاجية للعطر تكون حوافها دائرية وممكن ندعك بها دعك الورق نأخذ الورقة اللي نريد ندعكها مثلا هاي ورقة مقهرة قديمة أيضا الورق الأوروبي أخوذها من كتاب قديم نريد ندعك هاي الورقة أول شي نأخذ قطعة كارتونة اللي هو الباس بارتو كارتون هاي الكارتونة نخليها أسفل الورقة كارتونة حتى لا تتمزق الورقة نأخذ المهرة اللي هي الحجر العقيق ومثلا إذا نريد ندعك طريقة نمسك بهذه الطريقة ونشتغل هذا الطريقة لكن بضغط قوي وبشكل مسطح مو بهذه الطريقة بهذه الطريقة هنا نحس بالفرق هنا إذا اشتغلنا مجرد ما اشتغلت عني هاي الحركة البسيطة وما ضغطت عليها بحيل لما تمشون ايدكم عليها تحفزون الفرق ويعني فرق شاسع فرق يعني يستاهل التعب شون نقول إذا تريد تشتغل يستاهل التعب لما تدعك تدعك الورقة أو تعيد سقلها فقط هاي الطريقة ولكن المعلومة اللي يريد نعرفها نخليها على كارتونة طبعا هاي عن تجربة شخصية ممكن أكو طرق أخرى يعني الطرق السقل طبعا كو ممكن الحجر خلي عليها مثلا بعض الزيوت بمحرمة كمامة كورونا بمحرمة أو يعني قطعة قماش نخلي عليها بعض الزيت ونمسح بيها طبقة نمسح بيها الحجر وبعدها الزيوت وحتى إذا عملها ممشكلة يعني ممكن قهر بدونها ليه شيء خليون زيت لأن التقيير الجديد ممكن ينشلع أو يطلع ويانا أثناء الحركة ولكن إذا كان الحجر أملس وما بيخدوش ما رح يطلع وطريقة المسكب هاي الطريقة إهنا عبارة عن ندخل ندخل التقيير خليه يكون متماسك كل طبقات التقيير متماسكة فيما بعض فيما بعضها مع الورقة كلها مرة واحدة عموما فالتقيير هو هنا نريد نجانس السقل 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 الورقة نجانس السطح الورقة حتى نهيئة للكتابة بعدها نضع الباودر أو القولونيا ونشيل الدهون اللي هاي اللي موجودة وبعدها نكتب نحس بالقلم يكون مريح خاصة بالكتابات الدقيقة مثل النسوخ والديواني السقل جدا مهن فمثل ما قلنا خلي تحتنا كارتون وبعدها نسقل وأيضا نسقل بهذه الطريقة وهذه الطريقة ونضغط بحيلة يعني الضغط يكون قوي وبالنسبة للسقل ممكن هنا نكتب ونشتغل بدون ما نسقل الورقة لكن لما تسقلون الورقة راح نحسون فرق كبير ومفيد شيء يعني جيد إذا سأل أحد الأشخاص يقول مثلا الورق لقلاسية العادي ممكن نسقله لا وما ممكن نسقله لأن ما بي فايدة هو أساسا واصل مرحلة كأنه ما مسقول هو ورق مسقول يعني هو ورق أملس ما يحتاج لا نسقله ولا نقهره لأن كثير سألوني على فيديو التقهير أنه ممكن نقهر هذا الورق الأملس الورق هذا الأملس لا ولكن الورق الأيفور العادي للطابعة ممكن نقهره بالطريقة اللي شرحناها وممكن نطلي بالشاي طلاء وإن شاء الله نسوي فيديو عن الطلاء ونقهره عادي يعني هو خامة الورق جيدة جدا يعني بالنسبة للسقل إذا نلاحظ لاحظ صار أكو لمعة هاي لمعة هاي المرحلة اللي أريد طبعا هذا الورق غلاف ورق كوشي عادي نسقل ورقة مقهرة شوينا مقطع بسيط طبعا الملمش اختلف و فرق عن اللمعة القديمة فرق واضح حتى الكتابة عليها رح تكون مسقولة الكتابة عليها مريحة طبعا نسقل الورقة كلها واضح أو حاليا واضح بالتصوير ويا الإضاءة واضح أي ورق ممكن أساسا مرة من المرات ورق كان غير مقهر وردت أكتب عليها هذا الورق مقهر من جهة وحدة ممكن نجع الظهر طبعا والتقهير من أمام هذا مقام التقهير ممكن نجع الظهر ونأخذ هاي الطريقة إذا تجربوها نظه شوف اللمعة هو السارسة مقهر هذا هو هذا التقهير على الظهر يعني نفرض الورقة غير مقهرة فالشقل شي مهم جدا بالورق الورق اللي يحتاج طبعا الورق الشفاف اللي هو ورق الموز ما يحتاج نسقل بحين نسقل على الخفيف هاي إذا ردنا نسقل ممكن نكتب عليه بدون نسقل هذا الورق الشفاف موجود من عنده بالمتاجر عند أهل التقهير وبالنسبة لل سقل الورق أو دعكة حبيت أشرح لكم مثلا ممكن بهذه الطريقة يكون عندنا بالور جام زجاج أو عقيق أو حتى لو حجر أملس أو علبة عطر علبة عطر زجاجية تكون مدورة حفاتها مدورة حتى لا تخدش الورقة ونسقل بها الورق ممكن تطلع النتيجة حلوة إن شاء الله حبيت أشرح لكم هذا الشيء بسيط وإن شاء الله هي هاي الشغلة يعني يوجد طرق كثيرة بالسقل مهمة هاي أبسط طريقة والأنسب للخطاطين إن شاء الله أي كتابة أي شيء حاولتوا تكتبون حاولوا أسقلوا الورق وجربوا راح تحسون هنا يعني أكو فرق شبير وفرق شبير عن قبل السقل والدعك وسهولة أيضا سهولة بالكتابة وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم شكرا لكم